بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتل مع بعض الجزء الخامس من الفصل الرابع لمقرر النظم بالمعالج قد دقل في الجزء ده جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه L-Stack بنقول يا جماعة L-Stack هو هيكل للبيانات شكل الـ Data شكل البيانات في المموري بمعنى إيه تعالي نفترض أن المموري عدد كبير جدا من الأجزاء وهناخد جزء منها بس زي ما أنت شايف كده الجزء ده بنسميه Stack إمتى لما يخضع لبعض القواعد بالشروط تعال نكبره مع بعض كده ونشوف إيه شروطه بيقول إيه بيقول للـ Stack لو إحنا اتفقنا إن الجزء إليه كله Stack بيقول لي بيخضع لهيكلة ليه الـ Data يعني إيه الـ Data بتدخل وتتخزن فيه بطريقة محددة وطريقة معينة بتدخل إزاي بقولك إيه First Input Last Output يعني إيه First Input Last Output يعني إيه First Input Last Output يعني الـ Data بتدخل مثلا على سبيل المثال في الأول واحدة بتدخل إيه إيه بتكون مخزنة زي ما أنت شايف كده أسفل جزء في الـ Stack ثم يليها B ثم يليها مين السي والي يكون مثلا آخر هات D يبقى مين اللي داخل الأولة جماعة هو الـ A مش كده يخزن في آخر جزء في الـ A في الممرض ثم الـ B ثم الـ C وفوقه كمان الـ D طيب الـ A عايز يخرج يخرج إمتى بيقولك ما يخرجش الـ A أو الـ Data دي ما تخرجش من الـ Stack إلا لما فوقه يخرج الأول بمعنى إيه بمعنى إن D يخرج ثم الـ C ثم الـ B ثم في الآخر يخرج مين الـ A عشان كده بنوع عليها إيه فرست Input Last Output دي طريقة هيكلة بيانات هيكلة بيانات معناها إنك إنت إزاي بترتب بيانات جوا الـ Stack ترتب بها هذه الطريقة هذه الطريقة في ترتيب البيانات وإطلق عليها كلمة Stack وهي أحد الطرق التخزين فين؟ في الزاكرة وفي أجزاء مزاكرة معايا يا جماعة جميل جدا يبقى إحنا نفهمنا الوقت يعني إيه؟ Stack وطريقة التخزين في الـ Stack طيب تعالي نشوف مع بعض كده مثال هو بيقولك شبه شبه هنا الممري بايه 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 زون بورك كده يعني سوستة مش كده؟ آه بنقول إيه بقى؟ بنقول على سبيل المثال إفر انت دخلت العنصر الأولين هتلاقي السوستة دي معاك اتضغط مش كده؟ بنزجل تحت شوية طيب دخلت العنصر الثاني الثالث الرابع شايف؟ كأنك بتضغط على السوستة ديت وبتأيه؟ وبايه؟ أيوة وبتصغر تصغر معاك لغاية ما إيه؟ ما إيه؟ بيحصل إن كل العناصر دخلت قدامك إيه؟ طيب إفرد أنت عايز تخرج بقى العناصر ما ينفعش تخرج آيتم واحد الأول خلاص ما ينفعش تخرج الناس اللي فوقه الأول اللي هو مين؟ 3 و 4 السوستة تطلع تاني الفوق مش كده؟ ويبقى إيه؟ رقم 1 و 2 اللي موجودين وفين 3 و 4 جماعة؟ 3 و 4 خرج قبله ثم العنصر رقم كام 3 خرج بعد كده وده معناه يا شباب إن كيف الشيك ده بيوضح لك إزاي؟ إزاي يتم التخزين في اللي ستاك؟ وبيوضح لك بمثال بمثال سوستة بتضغط وترجع تاني فعايز يقولك إيه يقولك إن أول العنصر هو لإيه؟ هو اللي دخل فضغط السوستة لتحت ثم 4 نصر لما يجي يخرج بقى بيخرج مين؟ 3 ثم 4 معايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته